نحن لدينا جيران ونؤكد على ضرورة احترام دول الجيران هناك علاقات اقتصادية قوية سياسية قوية مع التركيا ونحن نحترم السياسة التركية هناك هجمات تحصل على أقليم كردستان هناك تنظيم وهو تنظيم حزب العمال الكردستاني هذه هي حجة تركيا للهجوم على أقليم كردستان نحن قاتلنا من حقوقنا في سبيل حقوقنا وتمكننا من تحقيق العديد من النجاحات انتصرنا أحيانا انتكسنا أحيانا ولكن كل ثوراتنا كانت على أساس الاحترام حزب العمال الكردستاني هم من يتسبب في الهجمات التركية ضد أقليم كردستان بكل صراحة هم لا يحترمون السيادة العراقية هم يرتكبون أعمال ضد الدولة التركية في داخل الحدود التركية نحن ضحينا بآلاف الشهداء لحماية هذا البلد لحماية هذه التجربة لكنهم وللأسف يحاربون هذه التجربة هم يتحججون بوجود أعمال تخريبية للبككة هناك أكثر من ثمانمائة قرية ثمانمائة قرية متضررة بسبب تصرفات حزب العمال الكردستاني هم من يجر تركيا إلى داخل حدود أقليم كردستان هم من يعطي الحجة لتركيا للتهجم على أقليم كردستان الأفضل لحزب العمال الكردستاني في تقديم أي خدمة لكردستان هي أن تترك الأقليم أن تخرج من أرض الأقليم حتى الآن كل ما يفعله حزب العمال الكردستاني هو تهديد لتركيا وتهديد لنا نحن ندعم التفاوض والتباحث ندعم الحلول السلمية ولكننا نخسر الكثير بسبب تصرفات حزب العمال الكردستاني هم السبب الأساسي للهجمات التركية يجب أن يتتوقف هذه الحجة